الضفدعة الرقطاء الجهاز الهضمي الضفدعة الرقطاء حيوان فقاري من البر مائيات يمتلك جسمها أجهزة تساعدها على العيش في البر والبحر وتلك الأجهزة هي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الوعائي والجهاز الإخراجي والجهاز العصبي والجهاز التناسلي يتكون الجهاز الهضمي للضفداعة الرقطاء من القناة الهضمية والغدل الهضمية الجهاز الهضمي في الضفداعة الرقطاء القناة الهضمية تبدأ القناة الهضمية بالفم ثم التجويف الفموي البلعومي الذي بدوره يتصل بالمريء مريء الضفداعة الرقطاء قصير ويتصل بالمعيدة التي تنتهي بالأمعاء ثم يليها المستقيم ثم تنتهي القناة الهضمية بفتحة المذرق كلواكا والتي تسمى بهذا الاسم لأنها فتحة مشتركة لخروج الفضلات والحيوانات المنوية الجهاز الهضمي في الضفدعة الرقطاء الغدد الهضمية يعد الكابد من الغدد الهضمية المسؤولة عن إفراز العصارة الصفراوية التي تخزن في المرارة أما البنكرياس فمسؤول عن إفراز العصارة البنكرياسية التي تحتوي على الإنزيمات الهاضمة تتم عملية هضم الطعام جزئيا داخل المعيدة حيث يفرز جدارها حمض كلوريد الهيدروجين والعصارات الهاضمة ثم انتقل الطعام المهضوم جزئيا إلى الاثنى عشر التي تستقبل العصارة الصفراوية من المرارة والعصارة البنكرياسية من البنكرياس عبر القناة المرارية تقوم العصارة الصفراوية بهضم الدهون وتقوم العصارة البنكرياسية بهضم الكربوهايدرات والبروتين ثم انتقل الطعام للأمعاء ليتم امتصاص الطعام المهضوم عبر الخملات أما الطعام غير المهضوم فيمر بالمستقيم ثم يخرج عبر فتحة الشرج خارج الجسم تعد الضفدعة الرقطاء من آكلات اللحوم فالصغير منها في الحجم يتغذى على الحشرات والبعوض والكبير في الحجم منها يتغذى على الديدان والحشرات الكبيرة وبعض الأنواع الكبيرة منها تتغذى على الفئران والثعابين تصطاد الضفدعة الرقطاء فريساتها بلسانها الذي يتصل بالجزء الأمامي من فمها ولا يتصل بالجزء الخلفي كما هو الحال في الإنسان فعندما تصطاد الضفدع فريستها ينطلق لسانها والتف حول الفريسة ثم يعود اللسان مرة أخرى بالفريسة ليوصلها لحلق الضفدع تعد كذلك الضفدعة الرقطاء من الحيوانات التي تمتلك أرجلا خلفية قوية تمكنها من القفز عشرين مرة قدر طول جسمها فتنقض على الفريسة من مسافات بعيدة